بطل العمل الفنان التركي محمد نجاتي ششماز والذي أدى دور البطل على مدار عشرة أجزاء متتالية في سلسلة وادي الذئاب الذي بدأ إنتاجها في الخامس عشر من يناير كانون الثاني عام 2003 وانتهى في 2016 حاز على شهرة كاسحة بين الشباب العربي بداية من عام 2009 حين بدأت بعض القنوات الخليجية في دبلجة ونشر المسلسل تدور أحداث المسلسل في أجواء بطولية ملحامية لمجموعة من العملاء السريين الذين يعملون لصالح أجهزة استخباراتية كمنظمة ظل أمنية مسلحة في الدولة التركية لتفكيك شبكات المافيا والدولة العميقة التي تضرب في جزور شخصية علي جندان الذي بدأت بأول حلقة في الموسم الأول ومراد على مدار الذي استكمل بقية العمل كبطل رئيسي تتقن لشخصيات حقيقية فعلية لها وجود مربك وغامض داخل تركيا في الوقت الذي استخدم فيه سيناريس شخصية علي جندان الدبلوماسي التركي المثقف الذي ينفذ عمليات أمنية تحت الإطار الدبلوماسي في الخارج ليقتل في حادث سيارة وهمي ومن ثم يحوله إلى شخصية مراد على مدار بطل العمل عن طريق عملية تغيير ملامح الوج سيناريس والحوار بشكل رئيسي للعمل شقيق البطل وهو سيناريس التركي راجي ششماز وهو أحد أفضل كتاب السيناريو في تركيا والذي يكتب سيناريو العمل الدرامي الشهير قطاع الطرق لم يحكم العالم اعتمد راجي ششماز في سيناريو مسلسل ودي الذئان على شخصيات حقيقية من المجتمع التركي بحكايات حدثت بالفعل في تركيا في فترات زمنية مختلفة حيث إن أغلب شخصيات العمل كانت موجودة بالفعل ضمن عمليات أمنية لصالح أجهزة استخباراتية في الدولة وداخل عائلات المافية في تركيا كان جزء من هذه الحكاية حقيقيا تماما شخصية عبدالله شاتلي موسيقى